الاشاعات دي ملف في منطقة الصعوبة في الفترة دي تحس ان كل ساعة مش هقولك كل يوم. اه. في حكاية. ده كل ساعة يبقى كمان كل عشر دقائق يعني. لا لا وبرضو ده اللي يزعى لك لان اه ليه النادي مستهدى بباس الشكل. اه. يعني شمعنا نادي الزمالك. صحيح. اللي نسبط عليه او كده. وبعدين مش قضيت انك عمرك ما بتقول حاجة تبشر الامور اللي قدان. اه. انا عمال اقول اشاعات. اطلق اشاعات. اه. والاشاعات فجأة بتنتشر انتشار النار في الهشيم ازا بيقولهم. اه. فتيجي اه ده. اخر اشاعات اقولها لك. اه. ان الطارق ده ده نازلة بقى مش اشاع. اه. ده نازلة على زملائنا في الوطن نشروها النار. اه. ان طارق حامد متمرد. وانه بيهدد بعدم المشاركة في بوراة الاهلي. ده كان قبل مشكلة الكورونا. نعم. ازا اه يعني ازا اغلق ملف سياسي بطريقة معين. اه. يعني كأن لو هتدوله انا كلازة اعلنية. اكيد حدر امال شخصية ما. ما فيش كلم ده خلص. مامشيش مع شخصيته. ده الراجل يعني ده. ده برا الملعب حاجة تانية. فضيع. نعم. بجد. حاجة مسئول. نعم. بطريقة غريبة جدا. احنا كنت دايما نقول يعني انا ياريت كل اللاعبات يبقى طرحة. نعم. عنده مسئولية عالية اوة كابتك. يعني تعرف في الاخر ان طارق مش كابتك للفرق. نعم. يعني يعني كابتك للأحزب امام. كابتك للأشكبال. نعم. ولكن تحس ان هو فعلا بقائد. نعم. نعم. فاحساسه من مسئولية لا يمكن ان يزول منه هزا الكلام. طب. وانا بقول لك وانا عارف كواس اوة طبيعة طارق. انشاءات كتير كتير كل كل لحظة. طيب مهمة اوي بطريقة.